موسيقى السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم 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 أو على لا صح يقضي عليها هي محاولة للقضاء على الديمقراطية ونتيجت هذه الوضع اللي نحن فيه بالتالي أحد أهم مسؤوليات النظام اللي وصلتنا للوضع الكاري ذي اللي نحن فيه ومحاولة تجهين المعارضة وتلميع وتعدال غواية الشخصيات الأساسية في المعارضة وتدميرها إياك يعود واضح عن فم لا النظام وهذا هذه ديمقراطية عرجاء المسألة الثانية من مسؤوليات النظام هي قضية الإعلام تلاحظوا معايا أن نحن اليوم الثامن بعد اقتراع ولا توجد في كل الإداعات الوطنية والقنوات لا يوجد نقاش حول الانتخابات وحول آليتها وحول نتيجتها ما في نقاش ما في برامج تناقش هذا الموضوع ما هو خالق ما فيه موازات إعلامية ما فيه إتاحة فرصة للجهات المعارضة عنها تتكلم وتبدير رأيها حول الواقع اللي نحن فيه وحول نتيجة هاي الانتخابات ها فيما خص مسؤولية النظام مسؤولية الثانية مسؤولية المعارضة أكيد المعارضة مسؤولة بوصفها الشريك للنظام في الوطن اللي نحن فيه حالا يا غير يا الله نحن نسوله روصنا بالطريقة وفي أخرى شقدمنا نحن الشعب للمعارضة وش عدلناه الشعب راعي ما قط انتخبها وزعامات المعارضة ناضلوا من أجله مرات مرات ما قط عطاهم ذيق تفسنا ذيق الاختراع ولا قطوا قف معاهم ولا قط حاولوا يقويهم وهذا هي حقيقة الشعب للأسف وهذه مسؤولية وعلى النقطة الثالثة مسؤولية الشعب عن هذا الشعب الموريتاني ما يبغي معه حد ما يبغي معه النظام ما يمشي معهم عن النظام مستعدة الناس على أنها تبيع أصواتها من أجل خمس تلاف وقية وعشر تلاف وقية القيمة الآجلة للتصويت الصحيح يختيروا عنها المنفع الآنية يختيروا في ضي الله حالا تندار بالبنواء على الأسف حال أغلبية الشعب يساقك البهايم للأسف الشديد وينقال له صوت في البلد الفلاني تعود أنت خلاقه في واد الناقة والله في كوباني والله في عد البقر والله في زويرة ترتفد بكل بساطة كي يدابوا تنجاب لنواكشوط ويتم حصائك في مكتبهم ويدوروا ويرفدوك يوم الزرق ويعطوك الطرينيشة ويقولوا لك أنك تصوت الفلان أو علا معناها انقضاء على الانتماء المحلي وانقضاء على صوتك أنت كفرض وكمواطم مؤثر وفي نفس الوقت تقعد تندب حالك بعد سبوع من الانتخابات وتقول النواب ما عدلونا والعمد ما عدلونا والرئيس ما عدلونا بالتالي يجب أننا لا نغفل دورنا نحن كشعب دورنا كأفراد في المسؤولية عند الوضع الكارثي الوضع السياسي الوضع الاقتصادي الوضع البعيشي اللي نحن فيه حالا ما يا الله نحمل المسؤولية 100% النظام نظام مسؤول بنسبة 60-70% نظرا لأنه عنده كامل السلطات رئيس الجمهورية اليوم بموريتان بحكم الدستور عنده صلاحيات شبه إلهية تقريبا إليه يرجع الأمر كله يعني الاقتصاد رئيس الجمهورية والمخطط الاساسي للاقتصاد قايد على القوات المسلحة رئيس المجلس العلال القضاء كل السلطات ترجع له تعيين الحكومة حل الحكومة حل البرلمان تعيين كل شي تقريبا تابع الرئيس الجمهورية تخطيط سياسات العليا سياسات الخارجية سياسات الاختصاد النظام يتحمل أغلب المسؤولية لكن المسؤولية الثانية مختسمة بين المعارضة كجناح ذاني الطائر الديمقراطي إذا صح التعبير ومسؤوليتنا نحن كأفراد وكجماعات وكشعب لأن ما نعدلوا ما نختاروا الخيارات الصحيحة ونبيعوا غصواتنا وأغلب نقاع ما يسجل على اللواحة الانتخابية لأن الوضع بالنسبة له لا يستحق لأنه هو يسجل ويدير الرنق ويصوت بالتالي لا هي نقول هون عن الوصول للنتائج يتفق الجميع لتزويرها الحزب الحاكم عد المؤتمر الصحفي يوم الزرق الدحميس ما فاتقه على الزرق وفو وقال عنه هو مستهدف من طرف سيني وعلم فيه اختلالات سماه اختلال اختلال طبعا عبارة مؤدبة التزوير بعدين جاء أفراد جاء أفراد شباب مناظري يعقب لحم المرأة على سبيل المثال وغيره نظرا للمحاضر اللي عندهم والفرص وقالوا عن فيه تزوير لين عاد يامس اللي هو اليوم السابع بعد التصويت جمعوا شيوخ المعارضة التقليدية بين قوسين وقالوا هذا دونك هون المفروض عن تخلق ردة فعالة رسمية على هذه الانتخابات يجب أن يتحدث رئيس الجمهورية تتحدث الحكومة تتحدث سيني ويتم إلغاء هذا بعد هو المفروض يتم إلغاء هذه النتائج لأنها اتفق الجميع على أنها انتخابات مزورة هذا من ناحية من ناحية ثانية هذه الانتخابات فيها رسائل مهمة للمعارضة هذه الرسائل تقول عن معارضة تاريخية فعلا عندها دور كبير في تكريس ثقافة النضال وعندها دور كبير الديمقراطية الشكري اللي نحن لوصلنا لها اليوم واصلين لها فعلا بتضحيات هذه الزعامات التاريخية للمعارضة يغير هذه الخطة قدموا المكسيموم اعطاوا المكسيموم وقدوا يعطوا من النضال ومن الصبر ومن التحمل ومن المفاوضات ومن الأداء الميداني أنا أعتقد أنهم ورد انتخابات الرئاسية 2019 وزيد عليها ورد النتائج اليوم الشعب الموريتاني قال لهم أعلنهم للأسف الشديد بطريقة ومتاوا واثق فيهم ماتاوا عندهم الشرعية شرعية المعارضة اللي ما دخلهم البرلمان ولا دخلهم حد من مرشحين هم البرلمان وأيضا الاتخابات الرئاسية للأسف الشديد الماضية اللي ما جبر فيها المناظر الجسور وزعيم التقليدي في المعارضة حمال المولود ما جبر فيها واحد في المئة هل يعتقد أنها كانت رسائل واضحة من الشعب الموريتاني للزعامات التقليدية للسياسة الموريتانية أنهم آن الأوان على أنهم يخلوا أماكنهم لأوجه شبابية جديدة ومن أهم مولي المعايير اللي خلاتهم يوصلوا للأسف الشديد عن أحزابهم عبارة عن أحزاب شخصية سواء كانت تكتل الزعيم أحمد الزعيم المولود والزعيم مسعود وكلهم للأسف الشديد حصروا الأحزاب في شخصهم لا توجد مكاتب تنفيذية حقيقية لا توجد أحزاب حقيقية تتداول فيها الأجياء للزعامة السياسية ويتقدموا فيها مناظرين ويتم ترشيحهم ولذلك في ملاحظة بسيطة عنكم يريد خرصوا 100% ولا 99% من المرشحين اللي يرشحوا للعمد والنواب من جميع الأحزاب ما فيها الموالات والمعارضة كلهم مرشحين من خارج دائرة تقليدية للأحزاب بمعنى ما فيه شخص ينضم الحزب سواء كان هذا الحزب موالي أو معارض ويتدرج فيه لين يوصل المرحلة معينة يكسب ثقتهم مرشحوا كل المرشحين يا إما شخصيات مجيوبة عن طريق المصاهرة عن طريق المعرفة عن طريق القبيلة يا إما أشخاص مرشحين نظرا لنفوذهم السياسي والله تقليدي يا إما أشخاص مرشحين لأنهم شارين ترشيح بفضتهم كل هذا يتم قفزا على المنتمين الحقيقيين للأحزاب الشباب والكهولة حتى اللي لهم عشرات السنين في هذه الأحزاب إلا أنت يخلق الترشيح يجابوا أشخاص من خارج الدائرة التقليدية للحزب ويتم ترشيح وهذا أيضا يؤكد عدم وجود أي قيمة للانتماء السياسي عدم وجود أي حزب بالمعنى المؤسسي للحزب وهذا من النقاط الأساسية اللي خلاتنا نوصلوا لهذا الوضع السياسي الكارثي اللي نحن عليه اليوم فأي ديمقراطية جادة في موريتان يا الله تعود فلسفتها عن فيه موالات وفيه معارضة لا تقل القوة ولا تقل تأذير ولا تقل وجود محاولة تجين المعارضة ومحاولة تدخال الجميع في الموالات وكسب الجميع من أجل الموالات هذا ليس انتصارا للموالات وإنما هو قتل للعملية الديمقراطية وقتل للفلسفة الديمقراطية اللي يبرى يقوم عليها النظام الموريتاني لأنه يعتبر نفسه دستوريا على الأقل نظام ديمقراطي جمهوري بين قوسين فرجاء هذه رسالة موجهة الجهات الرسمية على أنها تأخذ بعين الاعتبار لكلام اللي قالوا زعامات تقييدين للمعارضة في مؤتمرهم أمس وتأخذ بعين الاعتبار الامتعاض الشعبي والغضب الشعبي من مصادرة أصواتهم ومن تزوير أصواتهم اللي يسبقها السابق ذاك عن أشخاص مسجلين من مكاتب في الولايات المتحدة وفي أستراليا وفي كل بلد ويجبنوا روصهم طالعين مناطق في عمق موريتاني والأشخاص اللي سجلوهم في نواكشوت ونزرقوا في كوبنيو وفي عدالبقرو وفي تيرس وفي ترارزل نزرقوا بشكل تلقائي وبدون على أن يعادل اعتبار لتسجيلاتهم وبدون على أنهم يتملد لأب أصواتهم فالعملية كانت تزوير من بدايتها ولنهاية طبعا لا يرجع من أشخاص الحمد لله رب العالمين تجاوزوا الثمانين وأفنوا أعمارهم السياسية وأعمارهم المهنية ينقبضوا بكل بساطة وينداروا اليوم من أجل إدارة عملية سياسية وعملية انتخابية في عصر السوشال ميديا وتنعطاها لهم مذمن مليارات ها طبعا أهلهم وواضح عنهم يدوروا التزوير ويدوروا إدارة انتخابات وبطرق اللي الطائع وبطرق الحزب الجمهوري بالتالي العملية من بدايتها إلى نهايتها فاشلة فرجاء نختير الجهات الرسمية تأخذ كل هذه الأشياء بعين الاعتبار وتحاول تجنب موريتاني المصير للأسف الشديد وقعوا فيه ياسروا للدول اللي تشابهنها سياسيا وتشابهنها ديمغرافيا وتشابهنها في نسيجها وبنيتها الاجتماعية هذا تقريبا بغض النظر عن عدم خبرتي في تعدال البوزوزة على الإنترنت ولكن تقريبا هاي الفكرة اللي حاولت الليلة على أني نوصح